تفقد وزير الإسكان شريف الشربيني عددا من مشروعات الإسكان بمدينة العالمين الجديدة بدأت الجولة بتفقد المدينة التراثية وآخر ما وصلت إليه من أعمال إنشائية وتشتباط الوجهات الخارجية فضلا عن استعداداتها لاستقبال زوار المهرجان في نسخته الثانية شملت الجولة تفقد الأحياء السكنية الفاخرة والمتوسطة من الحي اللاتيني وسكن لكل المصريين وأكد الشربيني خلال الجولة على أن مدينة العالمين الجديدة لكل المصريين بشتى فئاتهم وليست لفئة واحدة فقط للنهاردة احنا في أحد أهم المشروعات في الدولة المصرية في دوق توجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع سكن كل المصريين في محورين محور اللي هو منخفض التكاليف ومحور متوسط الداخل الحقيقة احنا يمكن مستهدفين أن مدينة العالمين هي مدينة لجموع الشعب المصري بكل فئاته وطوافه وبالأخص احنا مهتمين بالمحور ده في مدينة العالمين طبعا احنا عندنا سكن كل المصريين كمحور بيمثل قرابة 7000 وحدة سكنية تحديدا اللي هي تحت مسمى المتوسط والنهاردة احنا في المنخفض حوالي بنتكلم في 4000 وحدة سكنية اللي هي 2000 وحدة احنا فيهم دلوقتي جاري انشاءهم واللي مستهدف ان احنا ان شاء الله بمنتصف العام القادم ننتهي من تنفيذهم بأمر الله تعالى ودول طبعا بنزلوا ضمن اعلانات مشروع الاسكان الاجتماعي اللي هو تحت مظلة سكن كل المصريين وبيتقدم اي مواطن طبعا وفقا للضوابط اللي بيتم الاعلان عنها على حسب شريحة الداخل وبيتم التقسيط على 20 سنة زي ما حضراتكم عارفين